السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام سنتعرف اليوم عن الكليات العلوم والتقنيات FST أهدف التكوين والتكوينات المتاحة وطرق أو طريقة الولوج لهذه الكليات إذن يهدف التكوين بكليات العلوم والتقنيات إلى تمكين تلاميذ حاصلين على البكالورية العلمية أو التكنولوجية أو المهنية من مواصلة دراستهم في ميادين العلوم التطبيقية والتكنولوجية والهندسة توفير تكوينات مسايرة لحاجيات قطاعات المنتجة على الصعيد الوطني والجهوي وذلك عن طريق فتح مسالك ذات صبغة مهنية بتعاون وثق بين هذه الكليات والقطاعات المشغلة تنظم الدراسات وفق الهندسة البداغوجية إجازة مستر دكتوراه كما تنظم هذه المؤسسات تكوينات أخرى قصد منح ديبلوم مهندس الدولة والديبلوم الجامعي للتكنولوجيات إذا بالنسبة للتكوينات المتاحة في الإجازة في العلوم والتقنيات فمدة التكوين تستقرق ثلاث سنوات من الدراسة فيها ستة فصول يحرز بعدها الطالب الناجح على الإجازة في العلوم والتقنيات وتشمل كل إجازة على جدعي مشترك يمتد لأربعة فصول يمكن من الحصول على ديبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات يتم بعدها التوجيه إلى إحدى مسالك سلك الإجازة التخصصات الجدوع المشترك المتوفرة بكليات العلوم والتقنيات رياضيات إعلاميات فيزياء رياضيات إعلاميات فيزياء كيمياء بيولوجيا كيمياء جيولوجيا هندسة كهربائية هندسة ميكانيكية المسالك المفتوحة بالإجازة في العلوم والتقنيات بالنسبة لشروط الترشيح ولوج السنة الأولى من ذلك الإجازة يشترط في المترشح أن يكون مسجدًا بالسنة النهائية من سلك البكالورية لسنة الترشيح أو حاصلًا على شهالة البكالورية أو ما يعادلها نوع البكالورية المطلوبة حسب الجدع المشترك المرغوب فيه سوف نتعرك عليه ولوج السنة السيئة من سلك الإجازة يشترط في المترشح أن يكون حاصلًا على ديبلوم الدراسة الجامعية العامة أو ديبلوم الدراسة الجامعية المهانية أو ديبلوم الدراسة الجامعية في العلوم والتقنية او الديبلوم الجامعي للتكنولوجيا دوت او الشهادة التقني العالي بي تي اس او ما يعادله هذه الديبلومات من طلبة الاقسام تحضيرية المقبولين في المباراة الوطنية لمدارس المهندسين والذين استوفوا الامتحانات الكتابية كيفية القبول بالسنة الاولى بالنسبة الولوج للسنة الاولى يتم عن طريق انتقاء تمهيدي مرتكز على معدل محتسب من مجموع المعدلات المحصل عليها في امتحانات البقالورية الخاصة بالمواد المؤهلة لتخصص المرغوب فيه كيفية الترشيح الترشيح يتكون ملف الترشيح من مطبوعك السلم والمترشيح من الثانوية التي يتابع بها دراسته او من المديرية الاقليمية للتربية الوطنية او يتم تحميله من المواقع الالكترونية لكليات العلوم والتقنيات يتعين على كل مترشيح ايداع ملف الترشيح لدى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها دون مراعاة التوزيع الجغرافي وفي الاجل المحددة تقدم بعض الكليات امكانية ايداع الترشيحات عن طريق الانترنت وذلك عبر مواقعها الالكترونية بالنسبة للتكوينات المتاحة لمهندس الدولة بالاضافة الى سكل اجازة تنظم كليات العلوم والتقنية تكوينات في سكل مهندس تتوج بدبلوم مهندس الدولة ويهم التكوين بهذا السكل المجال العلمي والتقني الاساسي والمتخصص بالنسبة لمدة التكوين تستغرق الدراسة بهذا السلك ثلاث سنوات ست فصول يحصل بعدها الطالب المتخرج على ديبلوم مهندس الدولة في احد المسالك المبينة في الجدول سوف نرى الجدول الشروط الترشيح يشترط في المترشيح لجهز مباراة ولوج السنة الاولى من سلق المهندسين ان يكون حامل لإحدى الدبلومات او الشهادات التالية او ما يعادلها ديبلوم الدراسة الجامعية العامة ديبلوم دراسة الجامعية المهنية ديبلوم الدراسة الجامعية في العلوم والتقنيات الديبلوم الجامعي للتكنولوجيا تلاميذ الأقسام التحضيرية للمدارس العليا الناجحين في المباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات التكوين المهندسين ديبلوم الإجازة التكميلات المتاحة بالنسبة للديبلوم الجامعي للتكنولوجيا تنظم بعض كوليات العلوم والتقنيات تكوينة قصدة منح الديبلوم الجامعي للتكنولوجيا وينظم التكوين في المسالك المتعلقة بهذا الدبلوم في السنتين سوف نتعرف من ذلك بعد البكالوريا عنوية الكوليات هناك مدينة المحمدية سطاة بن ملال مراكش فاستانجا الرشيدية الحسيمة وهنا العنوين والمواقع البريد الألكتروني بالنجدول الأول يمثلنا الجودو على المشتركة المتوفرة بسكل إجازة بكلية العلوم والتقنيات ونوع البكالوريا المطلوبة إذن عندنا الجودو على المشتركة المتوفرة بسلك الإجازة بكلية العلوم والتقنيات بالنسبة للريادية علوم فيزية نوع البكالوريا المطلوبة شعبات العلوم الريادية وشعبات العلوم الجريبية بالنسبة لريادية إعلامية فيزياء كيمية شعبات العلوم الريادية البكالورية مطلوبة شعبات العلوم الريادية وشعبات العلوم التجريبية بالنسبة للمسلك بيولوجيا كيمية جولوجيا شعبات العلوم التجريبية وشعبات العلوم الريادية وشعبات الفلاهة بالنسبة للهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية البكالورية المطلوبة هي شعبات العلوم التكنولوجيات شعبات العلوم الريادية شعبات العلوم التجريبية وبكالورية مهانية نعم باكالورية مهنية في جمعة من المسالك كما ترونها الآن في الجدول الجدول الثاني يبيلنا المسالك المفتوحة بسلك الإجازة بكلية العلوم والتقنيات كل من طنجة وبني ملال ومراكش نعم عندنا الجدوع المشتركة ومسالك سلك الإجازة في كل كلية هنا طنجة وبني ملال هذا كمثال للسنة الجامعية 2017-2018 مراكش المحمدية فاس وسطات يعني المسالك المفتوحة الراشدية الحسيمة الجدول الثالث يبيلنا طريقة احتساب المعدل للانتقاء التمهيدي لولوج الكلية العلوم والتقنيات طريقة احتساب المعدل 75% بالنسبة لامتحال وطني زائد 25% بالنسبة لامتحال الجهوي مضربة في معامل الترجيح مضربة في معتمد على السنة المذكورة كل جدع عنده معامل ترجيح كما تلاحظون الالتحاق بجدع بسجي الالتحاق بجدع ميب سي او ميب كل جدع عنده معامل ترجيح اذا نقوم بجمع امتحال وطني 75% بالنسبة لامتحال الجهوي نضربها في معامل الترجيح هنا نماذج لمعاملات الترجيح لالسنة 2017-2018 هنا لعيحة بالمسالك المفتوحة بسلك المهندس بكلية العلوم والتقنيات المسالك المفتوحة ببعض الكلية دائما لسفي السنة المذكورة طانجا بن ملال مراكوش المحمدية سلطات فاس الراشيدية ملاح ملحوظة بالاضافة الى المسالك المفتوحة لا يمكن لكلية العلوم والتقنيات فتح مسالك جديدة لديبلوم المهندس بعد اعتمادها وذلك حسب متطلبات قطع الانتاج وستتموا الاعلان عن هذه الموايق الأقلية الالكترونية لهذه المؤسسة ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله واتبخلوا علينا بأسئلتكم وشكرا جزيلا لهم